مواجهات في الضفة الغربية ومظاهرات في العاصمة الأردنية تنديدا بالخطة الأمريكية الرئيس التركي يهدد بعملية عسكرية في سوريا مع استمرار المعارك في إدلب وقبل ساعات من خروج بريطانيا الرسمي من التكتل المفاوضية الأوروبية تؤكد أن بريكزيت سيحمل بداية جديدة للاتحاد موجز لهم لنباء أهلا بكم أطلقت دبابة تابعة للجيش الإسرائيلي عدة قذائف استهدفت موقعا تابعا لحركة حماس في غزة وكان الجيش الإسرائيلي قد قال في بيان إن ثلاثة قذائف هون أطلقت من غزة باتجاه البلدات الإسرائيلية القريبة مضيفا أن دفاعاته اعترضت واحدة فيما سقطت قذيفتان في منطقة مفتوحة قرر الرئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو إلغاء جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية والتي كان من المقرر أن تعقد بعد غد الأحد وكان نتنياهو قد أعلن الأسبوع الفائت أنه سيطرح على الحكومة خلال هذه الجلسة قرارا بفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن والمستوطنات في الضفة الغربية من أجل المصادقة عليه وقالت مصادر أنه بسبب معارضة البيت الأبيض لهذا الإجراء الوحادي الجانب فقد تقرر إرجاؤه إلى أجل غير مسمى عبرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونر وعن قلقها من أن تؤدي الخطة الأمريكية إلى مزيد من العنف المنطقة وقالت إنها لديها إجراءات طوارئ لتعزيز الحماية والمساعدة في الأراضي الفلسطينية هذا وتقدم الأونر وخدمات حيوية إلى نحو خمسة ملايين ونصف المليون لاجئ فلسطيني في جميع أنحاء الشرق الأوسط بما في ذلك الضفة الغربية وغزة في القدس قالت دائرة الأوقاف الإسلامية أن نحو ثلاثين ألف شخص أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى رغم الإجراءات الإسرائيلية المفروضة وقالت مصادر فلسطينية أن عددا من المصلين أصيبوا بعيارات مطاطية أطلقها أفراد الشرطة الإسرائيلية في باحات المسجد فجرا فيما اتقلت الشرطة عددا آخر اندلعت مواجهات بين قوات الجيش الإسرائيلي وشبان فلسطينيين خلال مسيرة مركزية في بلدة نعلين غربي رامالله منددة بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واندلعت مواجهات مماثلة على مدخل مخيم العروب الخليل وببلدة كفر قدوم شرقي نابلس والأغوار الشمالية حيث نظمت مسيرات مناهضة بالصفقة أما في العاصمة الأردنية عمان فقد تظاهر الآلاف رفضا للخطة الأمريكية وسط هتافات مناهضة لإسرائيل وشارك نحو ثلاثة آلاف شخص في تظاهر انطلقت من أمام المسجد الحسيني في عمان وسط تواجد أمني كثيف كما وتظاهر المئات أمام السفارة الأمريكية في منطقة عبدون غربي عمان منددين بخطة ترامب وداعين الدول العربية والإسلامية لدعم الشعب الفلسطيني أي كلمة بالنسبة للأقصى الأقصى للمسلمين ليس لك القرار بأنك أنك تقسم وتوزع وتفعل ما تشاء بالأقصى الأقصى ليس لك الأقصى هو وقف لله لا تملك أن أي قرار بهذا الشأن نحن أمام استمرار للصراع مزيد من التصعيب والاعتداء على الحقوق الفلسطينية وبالتالي يبقى الوضع في المنطقة جميعا بهذا الحال من التوتر والتمكين للتطرف والأرهاب ليعود مجدد فيما تبرى الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر أن خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط تنتهك القانون الدولي وحضى الأمم المتحدة على ملع إسرائيل من ضم أراضي فلسطينية وقال الرئيس الأمريكي الأسبق في بيان أن الخطة الأمريكية الجديدة تقود فرص سلام عادل بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني يذكر أن جيمي كارتر كان أحد رعاة اتفاقات كامب ديفيد التاريخية عام 78 للسلام بين الطرفين المصري والإسرائيلي قرر وزير الأمن الإسرائيلي نفتالي بنت وقف استيراد المنتوجات الزراعية من الضفة الغربية إلى إسرائيل اعتبارا من يوم الأحد المقبل وقال التقارير الإسرائيلية أن هذا القرار جاء بعد فشل مساعي الإسرائيلية لحل أزمة العجول مع الجانب الفلسطيني إلى الشان السوري حيث قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن التركيا قد تشن عملية عسكرية في محافظة إدلب بشمالية غربي سوريا إذا لم يتم حل الوضع بالمنطقة فورا يأتي هذا في الوقت الذي ازداد فيه القلق من تدفق موجة لاجئين جديدة على تركيا وسط هجمات القوات السورية المدعومة من روسيا سنفعل ما يلزم عندما يهدد أحد ما أراضينا لن يكون أمامنا خيار إلا لجوء لنفس المصاري مرة أخرى إذا لم يعود الوضع في إدلب إلى طبيعته بسرعة ولن نحجم عن القيام بما هو ضروري بما في ذلك استخدام القوة العسكرية في الشأن الإيراني أعلن المتحدث باسم الخارجي عباس موسوي إن العقوبات الأمريكية الجديدة على البرنامج النووي الإيراني لن يكون لها أي تأثير على حد قوله وأعلنت واشنطن أمس عقوبات جديدة على المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية ورئيسها علي أكبر صالحي وذلك بتهمة الإطلاع بدور مهم في عدم احترام إيران لتعهدها النووي الرئيسي عبر تجاوز صقف مخزون اليورانيوم ومستوى تخصي به في العراق ندد آية الله على السستان المرجعية الدينية العليا لشيعة العراق باستخدام القوة لإخلاء مخيمات المحتجين في جميع أنحاء البلاد فيما عززت قوات الأمن إجراءاتها ضد المحتجين وجدد السستان الذي ألقى وكيل عنه خطبته أثناء صلاة الجمعة في مدينة كربلاء جددت دعوة لإجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة الإسراء في تشكيل الحكومة الجديدة ويتعين أن تكون حكومة جديرة بثقة الشعب وقادرة على تهدئة الأوضاع واستعادة هيبة الدولة والقيام بالخطوات الضرورية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في أقرب فرصة ممكنة في ظلام الدياجر أما في الشان اليمني فقد دعى مجلس الأمن الدولي في بيانة اعتمدة بالإجماع دعا إلى الوقف الفوري للأعمال القتالية والتي تهدد العملية السياسية في اليمن وشدد البيان على ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في الحديدة بموجب الالتزامات التي تم التعهد بها في السويد في كانون الأول ديسمبر عام 2018 كذلك طلب أعضاء مجلس الأمن بنهاء كل عمليات الترهيب ضد العاملين في المجال الإنساني وبضمان الوصول بلا عوائق إلى شمال البلاد بشكل خاص قال الرئيس التونسي قيس سعيد إنه من الوارد اللجوء إلى انتخابات مبكرة وذلك في حال تعثرت المشاورات والمفاوضات بشأن تشكيل الحكومة والتي طالت أكثر من اللزوم وفق تعبيره وقال أنه سيكون ملزما بطبيعة الحال بتطبيق الدستور أقوال سعيد جاءت في أول حوار له بعد مئة يوم من توليه الرئاسة هذا ويمنح الدستور التونسي رئيس الدولة إمكانية حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة قالت المفاوضية الأوروبية أن الاتحاد سيبدأ فصلا جديدا بعد مغادرة بريطانيا وسيعمل بنفس الوثيرة كقوة موحدة في القضايا العالمية بدءا من تغير المناخ إلى التحول التكنولوجي جاء ذلك على لسان رئيسة المفاوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين في مؤتمر صحفي قبل خروج بريطانيا الرسمي من التكتل في منتصف الليل بتوقيت بروكسل أكد وزير الخارجي الأمريكي مايك بومبيو دعم بلاده الثابت لأوكرانيا ويأتي ذلك في خضم محاكمة الرئيس دونالد ترامب في قضية عزله بسبب ممارسته ضغوطا على الرئيس الأوكراني جاءت أقوال بومبيو خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس فلودومير زيلنسكي في كييف من جهته طالب زيلنسكي الولايات المتحدة بانخراط أكبر في حل النزاع مع الانفصاليين الموالين لروسيا في شرقي البلاد وقضية شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا لأراضيها عام 2014 أوسط الولايات المتحدة رعاياها بتجنب السفر إلى الصين بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا المستجد بات يشكل حالة طوارع على الصعيد العالمي في وقت ارتفع عدد الوفيات الصينيين جراء المرض إلى 213 مخلفا إصابات فاقت عدد تلك الناجم عن وباء سارس قبل عقدين ورفعت وزارة الخارجية الأمريكية مستوى التحذير إلى أعلى درجة مشاهدين ختام الموجز نلقاكم على رأس الساعة المقبلة بإذن الله دمتم بأمان الله شكرا للمشاهدة